فرص تمكين الشباب المصري وتوفير فرص العمل الخاصة بهم وتدريبهم على صناعة القرار وخلق قيادات تانية وتالتة من أجيال الشباب كانت على رأس أولويات الدولة المصرية منذ سنوات ومنذ تولي أساد رئيس عبد الفتاح أسيسي مقاليد الحكم وبدأت مؤتمرات الشباب المختلفة اللي ارتقت إلى المؤتمرات العالمية للشباب وأصبحت موجودة على الأجندة العالمية لهذه المؤتمرات وكمان بدأ بنتكلم عن حديث لبناء المستقبل من خلال الشباب سواء نواب داخل أروقة المجلس ممثلين للشعب أو حتى نواب للوزراء والمحافظات المختلفة وإزاي يقدروا أن هم يقدموا ابتكاراتهم وأفكارهم الجديدة والتفكير بشكل غير تقليدي وبالتالي بستغل التقاط دي داخل الدولة المصرية وبستطيع بيها بناء الجمهورية الجديدة صحيح يا هيبة وخليني أقول الدولة المصرية من بداية يعني عهدها من 2014 اهتمت بالملف ده بشكل كبير وسيد رئيس عبد الفتاح أسيسي بمنتهى الأمانة كان لدي توجهات واضحة جدا أن احنا ندعم الشباب نمكنهم ندخلهم في الحياة السياسية ندخلهم في صناعة القرار السياسي وأعتقد أن بعد يمكن عشر سنوات حصدنا هذا الأمر في عدد كبير من المناصب القيادية التنفيذية اللي حصل عليها الشباب في عدد كبير من المناصب البرلمانية الرقبية اللي موجود فيها الشباب خلانا نتحرف على تفاصيل اهتمام الدولة المصرية في ملف تمكين الشباب بصحبتنا النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب حيك تتكلمنا عن هذا الأمر أهلا بكساتنا أهلا بحاياك أستاذ مصطفى وأهلا بحاياك أستاذ هبم أولا بشكركم جدا على كلامكم المحترم لعشان توصلوا رؤية الدولة لدعم وتمكين الشباب ده كلام مهم جدا إيه جديد إيه اللي حصل إيه اللي تم خلال الفترة اللي فاتت إيه اللي هيتم خلال الفترة الجاية خلينا نبدأ تاريخيا تاريخيا 2014 الدولة المصرية بدأت بمؤتمرات الشباب ثم أعقبها عام الشباب عام الشباب هو عام 2016 ودي كانت انطلاقة مهمة جدا أن يبقى فيه تسليط دوق على الشباب محتاج إيه فجاءت مؤتمرات الشباب قدام فخامة الرئيس كان ليه مطالب رئيسية دعم السياسي ده مهم جدا دعم المجتمع المدني عشان لو نتكلم على الخطة الموضوع للدولة النهاردة نتكلم على بناء الإنسان المصري وتنمية الإنسان المصري دي هيتم إزاي وتمت إزاي خلال الفترة اللي فاتت الحمد لله على مدار الفترة اللي فاتت كانت الشباب بتوسط صوتها للرئيس بس الأهم في الموضوع ده كله التنفيذ على أرض الواقع فلما الرئيس كان بيكتب وراء الشباب هم محتاجين إيه كان أول حاجة كان نفسنا نشوف شباب عندهم 25 سنة يكونوا موجودين في البرلمان المصري أو موجودين في السلطة التنفيذية إزاي ده هيحصل من عملية التدريب والتأهيل فكان لازم يبقى موجود كيام محترم جدا له وهو الأكدامية الوطنية للتدريب والتأهيل عشان إحنا لما نمكن الشباب ونوعي إيه اللي بيحصل داخل الدولاب التنفيذي جوا في الدولة يبتدي يقدر ياخد قرارات يبتدي يساعد المواطنين ما يبقاش واخد الموضوع أن إحنا دعمنا الشباب وللأسف لما الشباب يتمكن ما يلاقيش المواطن الشخص اللي يقدر يكون مسنود عليه فالحمد لله الأكدامية عملت دور محترم جدا ظهر وراها كيان سياسي محترم جدا بشرف بانتماء ليه ألا وهو تنصيقية شباب الأعزاب والسياسيين لضم مجموعة كبيرة من الأعزاب وأيضا من السياسيين المستقلين وكننا دايما بنسأل نفسنا سؤال ماذا بعد عملية التمكين أول حاجة كنا دايما بنقول له الحد النهاردة كل يوم لازم نذاكر كل يوم لازم نشتغل على نفسنا أكتر وأكتر عشان نقدم للمواطن تشريع ومقابل التشريع ده ركابة وننفزه ونشوف أثره التشريع دوت والتنفيذي على أرض الواقع عمر الزيب الحمد لله ده تم بالأرقام يعني احنا وصلنا لعدد محترم من التنصيقية الـ 32 نائب في البرلمان لـ 16 نائب في الشيوخ وأيضا زميننا في مختلف الأعزاب اللي بشكر مجموعة كبيرة من الأعزاب اللي قدرت تمكن شبابها طيب ماذا برضو بعد هل الكلام طبعا لأن ده خلق عليكم مسئولية كبيرة طبعا هتقدمه ايه المسئولية اللي شكرا لحاك هنقدم ايه كنا بنسأل دايما لكل واحد نائب في دايرته المواطن محتاج ايه أكتر حاجة أنا بشوف لنا وكيل أول لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص زوية العقل واللجنة دي موجودة جوه كل بيت مصري ملف الحمال الاجتماعي في مصر ده ملف مهم جدا فعشان نقدر نعمل عملية التمكين كان لازم نأهل مجموعة تانية تقدر تنزل لحاجة اسمها دور الايتام ودور المسنين عشان يعرفوا ايه المشاكل والتحديات اللي بتواجه الدولة في القصة دي كان اكتر مشكلة بتواجه لعما كانش عندنا قانون للمسنين عايزوا اللحاك مجموعة من الشباب في التنصيقية ومختلف الأعزاب قعدوا يكتبوا قانون المسنين وكمان تقدم به النائب المحترم رئيس لجنة التضامل في البرلمان عشان نبتدي نقارن هل القانون ده يقدر يتوافق مع استادة كبار السن ولا لا ليه انا بحكي ده على اساس ان الموضوع مش الشباب بتخدم شباب فقط لغير الشباب يخدموا ايضا فئات اخرى بخدموا في كل الفئات وايضا فئات الاشخاص زاوي العاقة اللي فخامت الرئيس مهتم اهتمام جدا بمسمى قادرون باختلاف وشوفنا على مدار الست سنوات اللي فاتت النجاحات اللي حاصلت للملف ده بس خليني اخد نقطة مهمة قوي ودي نقطة يعني فعلا يعني الناس محتاجة تسمحها قالوا وهو الحوار الوطني انا بشوف ان انا مكرر لجنة الشباب في الحوار الوطني روح نزرنا 108 جامعة حكومية واهلية وخاصة ومعاهد فنية ومعاهد تكنولوجية عشان اخد كلمة مهمة جدا من حضرتك ووضحتيها وسيادتك ووضحتيها بس ده لي علاقة بالشباب؟ طبعا لأساس الشباب احنا الدولة لما جات قالت انا عايزة اسمع غير البرلمانيين وغير التنفيذيين خلقوا حاجة جديدة اسمها الحوار الوطني صحيح الهدف من الحوار الوطني اللي تم تأسيس 19 لجنة بتناقش كل القضايا اللي بتهم كل مواطن مصري منها لجنة الشباب فلما جات لجنة الشباب قالت احنا هنناقش مواضعنا كنا لازم نفتح المواضيع اللي فعلا لما الشباب تسمحها تقولك باش انا محتاج اسمع ومحتاج اقول توصيات عشان تتنفذ على ارض الوقع منها على سبيل المثال مشكلة البطالة اللي موجودة في مصر وايضا المشروعات الصغيرة واليادة الاعمال لما الدولة تسمع بشبابها في مختلف الجماعات الشباب اللي قاعد على الاهاوي انتو محتاجين ايه من الدولة عشان خطر تطبع على ارض الواقع كل حد اهم حاجة عنده وكمان اهاليه اهله في البيت انا عشتغل بعد ما اتخرج فيه ده سؤال مهم جدا لا وسؤال يعني بتكرر احنا موسم احنا دلوقتي مرقدم بقى رغبات سنوية عامة ودخلين في تحديد مستقبل فده السؤال المهم هو انا لما اتخرج هشتغل ايه طبعا عايز اقول لحضراتي كنز الافكار اللي طلع وتحت مسمى قابل للتنفيذ ده مهم جدا على سبيل المثال كانت الشباب بتقول لنا يعني انتو لو مش هتقدروا توظفونا في القطاع الخاص طب الدولة دايما بتنادي بفكرة المشروعات الصغيرة والشركات النشأة جبنا الشباب اللي ساب البلد وراح فتح شركاته في احدى الدول العربية وسألناهم ايه المميزات اللي حضراتكم بتاخدوها من الدولة دي عشان مصر تديكم من نفس المميزات و هل اتطبقت؟ عايز اقول لحضرتك من اكتر الحاجات اللي قالوها لنا احنا عندنا قانون عظيم لدعم المشروعات الصغيرة والشركات النشأة الا وهو قانون 152 لسنة 2020 السؤال هنا هل القانون دو بيتطبق ولا لأ فيه جزء صغير منه بيتطبق دورنا كبرلمانيين ودور الحوار الوطني مع السلطة التنفيذية انه هو يفعل هذا الامر ده لازم يتفعل ويتفعل على المستوى القريب جدا عشان خطر الشباب تحس لا ده ليس بيوفر لك ايه القانون يا سيطر؟ عايز اقول لحقي الحوافز الضريبية اللي متواجدة في القانون مهمة جدا وتناقشنا فيها مع برنامج الحكومة ان انا بشرف لما تم اختيارنا المجموعة تناقش برنامج الحكومة خلال الشهر اللي فات عايز اقول له حقيقة اننا مركزين جدا ان كل كلمة تقلت في الحوار الوطني مكتوبة في البرنامج الحكومي ولا لأ حضراتكم كسادة تنفيذين سمعتوا الحوار الوطني كتبتوا غارة الحوار الوطني وغير اللي هم كتبوا احنا عندنا السيد المشهر المحترم محبوب بفوزي هو حالياً وزير شؤون النيابية والقانونية وأيضاً التواصل السياسي كان في الوقت ده هو بيرقس الأمانة الفنية للحوار الوطني كانت مهمة سيدة المشاركة محمود فوزي أنه يأخذ التوصيات دي يوصلها جواه في الحكومة الميزة دلوقتي اللي هو بقى موجود جواه في الحكومة هيتدي هو من السلطير البرلمانية يفعلها خلينا نبص لعام الشباب من وجهة نظر تاني طبعاً ده جهد في منظومة كبيرة نهاردة كلامنا عن الدولة المصرية كيف مكنت الشباب لو خدنا الموضوع من وجهة نظر أوسع دولة المصرية عندها كم كيان شبابي خرج من رحمها يعني بخلاف تنسائية الشباب عندنا الـ PLP اللي هم شباب البرنامج الرئاسي عندنا الشباب في النواب في الوزراء والمحافظة عندنا أنت قلت لي أيضاً شباب اتحادات اتحادات الطلبة والتحادات اللهم مدارس الجمهورية احنا وصلنا لاتحادات طلبة المدارس يعني لو خدناهم سنياً كده التنفيذيين والبرلمانيين دول فئتين اللي لسه بيتأهلوا تنسائية شباب الأحزاب اللي تحتيهم الـ PLP أو شباب البرنامج الرئاسي احنا وصلنا لسنة أذكر طبعاً اللي هو اتحادات اللهم مدارس الجمهورية اتكلم عنهم ولو ناخد برضو وجهة نظر عن كل هذه الكيانات أنا ليه دايماً في كلامي دايماً بوضح الصورة الجميلة والصورة اللي احنا محتاجين نشتغل عليها أكتر عشان لما شفنا في الحوار الوطني الملف التاني ألا وهو دعم الدولة للاتحادات الطلبية والأنشطة الطلبية داخل المدارس وداخل الجماعات أنا عايز أقول لحضرتك من خلال قبل فخامة الرئيس تولي الحكم في 2014 كان بيتقفل دايماً على حاجة اسمات التحادات الطلبة مفيش حاجة اسمات التحادات الطلبة مفيش حاجة اسمات التحادات الطلبة للمدارس فلما سمعنا رؤية الطلبة دول في الحوار الوطني كانوا دايماً بيقولون احنا أمين الفصل الصغير اللي بيعرض برنامج انتخابي ده كان لازم الدولة تهتم باهتمام كبير جداً عشان خاطر يوضح للناس أنا في يوم من الأيام أبقعدوا سواء في البرلمان أو في السلطة التنفيذية لو احنا ما اهتمناش بالكادر الصغير في ملف تنمية الإنسان اللي الدولة النهاردة عملت نائب لدولة رئيس الوزراء للتنمية البشرية عايزة أقول لحضرتك وقال لحضرتك عمرنا ما هنعرف نخرق كوادر شبابية إلا من خلال اتحاد طلاب مدارس كومورية والأنشطة الطلابية داخل المدارس سيادة النائب احنا هنقدم تقرير عن الشباب المصري وإيه اللي احنا وصلنا له وإيه أبرز المحطات لكن كمان هرجع لحضرتك مرة تانية نقول إزاي نفعل خطوات كده على الأرض عشان كل واحد بيتفرج علينا إزاي يقدر يعرف حقوقه إزاي القانون اللي يقدر إن هو يطبق عليه علشان يسهل إن هو يقوم نفسه زي ما بيقوله أو يلاقي فرصة العمل اللي يقدر إن هو ما يعتمدش فيها على أي جهة نفسه كده يبنيها بنفسه السنوات العشر الماضية مصر عملت أكتر من كيان تكلمنا عنهم وأبرزناهم يعني أبرز المميزات وأبرز العيوب لهذه التجربة من وجهة نظرك نقصنا إيه نعمله ما عملناهوش وأفضل ما فعلناه وتحطي على أرض الواقع هي كلمة واحدة ملف الوعي اللي في خامة الرئيس دايما بينادي بي نجاحات وإنجازات كتيرة جدا حصلت خلال الفترة اللي فاتت وسط الكام شاب منوجود على مستوى جمهورية مصر العربية وسط الكام شاب من الشباب الدارسين في الخارج ده مهمتنا إحنا خلال الفترة الجاية إن فعلا حصل تمكين حصل تمكين احنا بنشوف دلوقتي محافظين ثنهم 35 سنة وعملين نجاحات كبيرة جدا وتم تجديد الثقة فيهم نواة محافظين تم تجديد الثقة فيهم وكمان تم الدفع بين نواة محافظين آخرين طيب ده جميل قوي لتجديد الدماء زي ما بيقولوا وتدريب كوادر مؤهلة للقيادة فيما بعد لكن أنا القاعدة العريضة أنا دلوقتي اتخرجت أو حصلت على بعض الكورسات التدريبية في شيء عايزة أول مشروعي أروح فين أكلم مين إيه الخطوات اللي أنا مفروض أن أعملها لأن دايماً بنفتقد مين يدلني يعني أعمل إيه دايماً السؤال ده منتسئله حتى في الشارع من القاعدة العريضة يعني أنا عايزة أعمل مشروع طب أروح فين حضرتك طب أقدم إيه طب إيه الجهة بش عايك بس تكملة للسؤال المهم يعني عشان ده برضو سؤال مهم وأرجع لسؤال حضرتك إيه الإنجازات وإيه الحاجات اللي المفروض نشتغل عليها أكتر زي ما وضحت ملف الوعي لما فخمت الرئيس كان بينادي به إحنا كمؤسسات للدولة سواء السلطة التنفيذية أو التشريعية وأيضاً إحنا كمؤسسين في التنصيقية لازم نوصل لكل الشباب سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في دوائرنا المختلفة عن الإنجازات الحقيقية اللي حصلت في اليوم العالمي للشباب على مدار العشر سنين اللي فات فده رداً على حضرتك ده دورنا إحنا ومستمرين فيه ودور من حضراتكم اللي انتو شاكرين بتوضحوا الكلام ده في الإعلام بس غير الإعلام لازم أقدم بقى معلومة نزول للشارع أكتر وأكتر عشان يبقى فيه فئة عريضة جداً عارفة الدولة محتاجة إيه منها زي ما وضحت حضرتك عملية الحوكمة ما بين المؤسسات اللي منجودة داخل المجتمع المدني في الجماعات وفي المدارس كل واحد بيقدم إيه وصل لكام شاب بالأرقام إناش قدروا يعملوا حملية التنمية البشرية لكم شاب منجود في المدارس والجماعات وبعد كده نتكلم على النقطة المهمة بتاعت حضرتك أروح فين للمشكلة الرئيسية ألا وهو أتخرج فأنا محتاج أن أعرف مين المجتمع المدني اللي بيشتغل على ملف المشروعات الصغيرة والشركات النشأة أو في ملف التوظيف فالحمد الله دلوقتي بشكر السيدة الفاضلة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وأيضا التحالف الوطني للعمل الأهل التنموي لهم النهاردة بيخلقوا قاعدة بيانات بيقولوا المؤسسة الفلانية دي بتشتغل في المجال 1-2-3 ومكان عملها في المكان الفلاني والحمد الله كمان أنا شفنا إحنا عندنا 36 ألف مؤسس مجتمع مدني يعني بتقول احتياجات المؤسسة؟ مش احتياجات فقط هي بتقول للشاب تعالي أنا هضربك على 1-2-3 وهديك مبلغ تمويلي اللي بيقدموا المعلومة بتاعت الاحتياج من وزارة التضامن؟ التحالف الوطني وأيضا وزارة التضامن الاجتماعي على إيه صفحة رسمية؟ صفحة رسمية لوزارة التضامن الاجتماعي حاليا بتعاون المثمر ما بين وما بين وزارة الاتصالات هم بيخلقوا دلوقتي قاعدة البيانات عشان الشباب بيقولك أنا دلوقتي عايز عملية التوظيف أنا من الأشخاص زاوي الأعاقة من المجتمع المدني اللي لا أهني وده الضراع الرئيسي للدولة المصرية هو المجتمع المدني وعلى أساس كده لما فخمت الرئيس برضو صلت الضوء في 2022 على المجتمع المدني هو خلق عامل المجتمع المدني وخلق حاجة اسمها التحالف الوطني اللي عمل أهل التنموي للأسف كل مؤسسة كانت بتشتغل لوحدها لا إحنا عايزين نعرف مين المؤسسات اللي بتشتغل على دعم الشباب صحيح مين المؤسسات اللي بتشتغل على كل الملفات اللي بتهمه كل مواطن مصري فعشان يبقى عارف المعلومة حال مصدر الرئيسي للمعلومة الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء هي اللي هتعرف كل الشباب كل وزارة من الوزرات دي بتقدم ايه هو ده اللي برضو هرجع ليه ملف الوعي احنا فيه إنجازات محترمة الدولة بتعملها والحكومة بتعملها بس للأسف يا أستاذ مصطفى مش وصلة لعادة جميلة مهمتنا مش اللي احنا نقول لا ده احنا عاملين اللي علينا لا مهمتنا احنا نشتغل أكتر وكتر عشان نوصل لقاعدة أكبر من الشباب المصري نظر للشباب المصري هم القوة الدفعة للاقتصاد المصري وللعمل السياسي المصري عايزوا لحاجة حاجة أخيرة احنا نهاردة عندنا مقابلة مع سيد المستشار محمود بفوزين مجمع نواب المحافظين مجمع المحافظين مجمع النواب ومجمع الأنشطة الطلابية عشان يقول للناس قادي التمكين في يوم العالمي الشباب حصل بأرقام عاملة ازاي وانتوا ان شاء الله هتكونوا مكانهم في يوم اللاية شكرا لك نائب أحمد فتحي عضو مجلس المحافظين وارتنا وشرفتنا في يوم العالمي الشباب شكرا جزير شكرا جزير لحضر شكرا